طنجا تشهد التوقيع على مدكرة تفاهم لإحداث وحدة لإعادة تدوير مخلفات القمرون التي تنتجها شركة كلاس بول بمدينتي طنجا والفنيدق وذلك لاستعمالها في صناعة أشريطة التغليف الغذائية. يتعلق الأمر باتفاقية بين وكالة إنعاش وتنمية أقالم الشمال ومؤسسة ماصير والمركز الجهوي للاستثمار وشركة كلاس بول. مؤسسة ماصير تمكنت انطلاقا من قشور القمرون من تطوير تقنية صناعة الكيتوزان وهي بكل بساطة بلاستيك تغليف المواد الغذائية. اللقاء كان مناسبة للتأكيد على أهميات مثل هكذا مشاريع في إحداث فرص الشغل والدفع بالديناميات لاقتصادية التي تشهدها المنطقة.